في مناطق هي بتظل قديمة لكن هذه المناطق بيكون عالق فيها بتكون مناطق مهمة جدا في الوطن يعني مثلا زي بربر المدينة القديمة بربر المدينة القديمة مدينة مميزة جدا وجميلة جدا وليس ما بيعني انها خلاص قديمة واندثرت وانما لا هي حاضرة في وقداننا وحاضرة في سوداننا الحبيب تعالوا مع بعض بشاهد هذا التقرير عن بربر المدينة القديمة البهاء والألق الباذخ يكسوان كل بقعة في مخرف النور بربر القديمة ويسكنان فيها ففي كل مكان وركن قصي فيها تجد لتاريخها أثر ولأمجادها بيان وترجمان كيف لا وهي أرض السلطان والصولجان وعرش الملوك والمكوك ومراكز العمد والشيوخ عرش مش لابوك يا عدود واضرب جلها مو بعروض للموك الشهر والذي يطالع تاريخ مدينة بربر يخيل إليه وكأنها هي التي صاعدت وكتمت تاريخها بيدها أو هكذا اختارت وأرادت لنفسها أن تكون فقد كانت حاضرة للحواضر على مر العصور والأزمان فكما كانت بربر مركزا للتجارة والمال كانت مركزا للحكم والملك والسياسة ومنارة للعلم والدين والحضارة ولا ينفق تاريخ بربر بكل أبعاده أن يكون جزء من تاريخ حضارة الميرفاب وملكتهم القديمة المترامية الأطراف داخليا مع بين المخينف جنوبا وحوش الدار شمالا أما حدودها فمن مقرن نهر عطبرة جنوبا والأشاق دغربا وكينيدر شرقا بينما تتبع لهم ست عموديات من نهر عطبرة ورأس الوادي وبربر والسلم والعبادي والسوايقات لجانب ذلك تقترن بنظارتهم عموديات الأنجنياب والرباطاب والمناصر والميرفاب منسوبون إلى جدهم محمد بن ميرف وينتهي نسبه إلى الأمير أحمد بن جعل جد قبائل الجحليين أما أصله كلمة ميرف فتقول الروايات أنه كان أميرا لألف فارس ودهذا أخرى إلى أن الميرف هو الإبرة الكبيرة التي تستخدم في خياطة البروش أو تعني ذمام الإبل وقد اشتهروا بالكرم والشجاعة والجاه والسلطان وإن كان ما ينسج من قصص وحكاية عن كرم الميرفاب الكثير إلا أن هذه البوابة تحمل إحداهن وهي البوابة التي رفض العمدة مختار ودرحمة أن تخفل بباب خشية أن تحول بينهم وبين طارق ليل أو عابر سبيل موسيقى 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 بلوك الميرفاب كانوا أشداء وأقوية لهم ككر ونحاس ومشانق يقتصون فيها من الجنات وقطاع الطرق ودانت الرئاسة لهم والحكم قبل وبعد دخول الأتراك ولهم تراث زاخر لا زال يحدث عن سطواتهم ويطرق الأذان طرقا ويجلب الأذهان صورا تبدو كأنها حية وأشخص عنهم موسيقى نحاس الميرفاب يسمى أمكتيبة ومن فرط اعتزازهم به نسجوا له الأساطير وهو نحاس يضرب عند إعلان الحرض وتنصيب الملوك ووفاة زعماء القبيلة وبنحاسهم ساد الميرفاب وانتصرت جيوشهم تاريخ الميرفاب يعبر عن حاضرهم اليوم فلحمة الميرفاب هي ذات اللحمة القديمة بل إنها قوية أكثر بوحدتها وتماسق نسجها الاجتماعي كذلك بتمازجها وتصهرها مع غيرها وتعايشها مع أكثر من 25 قبيلة سودانية في تواصل حميم عبرت عنه بصدق وجسدت له بعمق لمة الميرفاب بلعبتها اشتركوا في القناة